موسيقى هذه المكتبة ليست وليدة اليوم وليست يعني من صنع الشخص الجالس أمامكم بل هي إرث ورثه الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد فالشيخ المؤسس لنواة هذه المكتبة مضى على وفاته الآن أكثر من مئة وعشرين سنة تقريبا حتى لا احتنت تحرى الدقة في التاريخ وهو الشيخ محمد حبب الله حيبلتي جد والدي لأبيه والذي كان عالما ناسكا زاهدا وكان من الذين استهروا بالصلاح واستجابة الدعوة وإجابة الدعوة والتفاني في إبادة الخالق سبحانه وتعالى هذا الشيخ كان يتنقل بين الصحراء والشمال الموريطاني وكان لفترة زمنية قاضيا لإحدى الإمارات الموريطانية المتاخمة للصحراء هي إمارة آدرير ثم لما هاجم الاستعمار المغرب كان له بنون بارغون فسلحهم وقال لهم جاهدوا في سبيل الله وموعدي معكم الجنة فجاهدوا حق الجهاد وعندما سلحهم حمل الأسرة بكاملها إلى المدينة المنورة وعندنا رسائله والرسائل التي كان يتبادلها مع جدينا نحن مع جدي أنا لوالدي في طريق الحج وحتى من المدينة المنورة وبقوا هناك أما أبناؤهم الذين سلحهم للجهاد فأحدهم استشهد بمدينة تارودانت في معركة مشهورة مع المستعمرين الفرنسيين في أوائل القرن الماضي وهو مدفون الآن تحت بوابة من بوابات حصن تارودانت تسمى بوابة أولاد بنونة حسب ما رواه لنا السلف أما والدنا نحن يعني جدي لي والدي فكان وقتها لم يبلغ أشده وكان تلميذا في مدرسة الشيخ محمد بن محمد سالم المجلسي وشاء الله أن يستكر ففي وسط هذه الأسرة التي يعني هي أسرة علمية التي لم يخرج منها حتى لعندي وعند أولادي إلا حافظ لكتاب الله سلسلة متواصلة يعني هي أسرة علمية فكانت النواك الأولى لتأسيس مدرسة الشيخ محمد عبدالقادر الحيبلتي والدي وهذه المكتبة ظلت تتنقل أينما حللنا وارتحلنا وكانت دائما مدرسة للعلم والفقه العلم بمختلف فنونه علوم الشريعة علوم اللغة العربية علوم التاريخ إلى آخره حتى أنه لما اختطفنا نحو الحمادة في أوائل اندلاع هذه الحرب المفتعلة حملنا الكتب معنا إلى الحمادة وعندما تمكننا من الخروج التملص وبطريقة حقيقة طريقة خطط لها بعناية وقررنا العودة إلى أرض الوطن فأتينا بالكتب معنا في الطائرة الخاصة التي بعثها لنا الدوان الملكي العامر وأتينا بها وبقيت المكتبة يعني على حالها أوسرد المركز وهو الآن زاويتنا هناك الضريح الوالد الآن هناك في أوسرد فعندما عدنا إلى أرض الوطن واستقبلنا صاحب الجلالة والمهابة سيدي محمد السادس نصره الله في القصر الملكي العامر بإفران في نوفمبر تسعود وتسعين كنا أول وافدين في عهده في إطار الوطن وعفور الرحيم قررنا أن نرجع إلى جهتنا جهة وادي الذهب وأن نعيد الأمور إلى نصابها وأن ترجع المكتبة إلى بيتها ونعمل على تنميتها وتنويعها حتى تكون تعطي إشعاعها الذي ظلت تعطيه عبر العصور والحمد لله من هنا تخرج علماء معروفين بما فيهم بعض العلماء الذين يفتون حاليا في موريتانيا كانوا معي كانوا زملائي في الدراسة في أوسرد قبل اندلاع حرب الصحراء ما هي طبيعة هذه المخطوطات من البداية يعني كانت يعني هي حقيقة كان معظمها مخطوطات وكانت يعني هذه المخطوطات مخطوطات محضرية يعني مخطوطات ذات طبيعة تحصيلية يعني ليست مخطوطات يعني إدارية أو سياسية كانت مخطوطات علمية وكما سنشاهد إن شاء الله يحصل طلبة العلم في زمان لم يكن فيه الورق متوفر في زمان كان فيه حتى القلم ما يكتب به هو قلم تقليدي قلم مصنوع من من العواد والحبر المصنوع بالفحم أو ما شابهه وكانت يعني هذه هي نوات وهي الأصلية وكانت هناك كتب مطبوعة قليلة نازل عندنا منها نماذج مثلا هذه نماذج هنا من تلك الكتب القديمة ثم تطورت مع توفر الإمكانات حتى أصبحت كما ترى يعني أصبحت الآن مكتبة عندنا مخطوطات يعني مؤرخة ومخطوطات غير مؤرخة كان عندنا مصحف تم إهداؤه لصاحب الجلالة السنة ما قبل الماضية إهداؤه عن طريق سيد رئيس الوزراء الحالي الذي زار المكتبة سيد أخنوش موجها من طرف قبائل المنطقة إلى صاحب الجلالة عمره 430 سنة وعندنا مخطوطات ضاربة في القدم وعندنا مخطوطات متوسطة وعندنا مخطوطات عمرها 30-40 سنة 50-60 سنة إلى آخر ما هي الأهمية هذه المخطوطات في قدمها لها أهمية بالغة أولا هي تراث حقيقي هي ما يمليه العلماء على طلبة العلم من مختلف الفوائد ومختلف النصوص وما يكتبه الخطاطون مما هو ضروري لنشر العلم والمعرفة وفيها جوانب أخرى جوانب قضائية لأننا أسرة قضاء الوالد ظل قاضيا على مدى أكثر من 50 عاما رضي الله عنها حتى لما كان فاسمه وأنا تقلت القضاء في حياته وكنا نمارس القضاء في المجتمع سواء منه العرفي أو الرسمي لذلك هناك آلاف المخطوطات القضائية هناك نماذج من هذه المخطوطات والوالد من نفسه يعني عالم جليل ولا أبالغ وهو من الأتقياء من الصوفية السنيين من أهل التصوف السني ولدينا دليل ملموس هذا الديوان فيه 2600 و400 قصيدة في الثناء على الله تعالى من إملائه وكتابته وهو الآن هو الآن تحت الطبع في موجه للطبع في لبنان عن طريق بعض الوسطى من مدينة الدار البيضاء هذا الديوان كله أخلاق وثناء على الله تعالى وتوحيد له ألفه صاح الوالد رضي الله عنه لا يريد منه شهرة ولا نحن الذين بدأنا نشهره أما هو فكتبه لله خالصا تعبدا لله تعالى وإن شمتم أقرأت لكم نموذجا من هذا من هذا من هذا قصائد تنى على الله هذا الكتب الأربعة كل واحد في ستمائة قصيدة كلها مدح كلها ثناء على الله تعالى ثناء على الله تعالى له له ديوان في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم وله مقولات في التأملات الصوفية وله كثير من النتاجات التي أنا مشغول بهم وله نتاج في التجويد في 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 تجويد قواعد المقرأ قراءة القرآن وغيره ويعني هو عاش قرنا وسنة وشهرا فلذلك عمره كان مستغلا في هذا في هذا المجال ونقرأ مثال لقد عم بالإحسان بسم الله الرحمن الرحيم لقد عم بالإحسان من براء البشر بشرق وغرب في البوادي وفي الحضر جميع عباد الله في كل بقعة وصبع عليهم من شعابه به المطر وأرزاقه تجري على الخلق كله ببر وبحر ليس ينسى من يستتر الوالد كان عنده في كل سنة كتاب يدون فيه بخط يده فيه فوائد شتاء ومعلوم شتاء فأخذت مجموعة من هذه الكتب التي كان يباشرها في يده فجمعتها في هذا المجلد وسميته مجمع المجاميع لأنه كل واحد من تلك الكتب يسمى مجمع في مصطلحنا نحن لأنه يجمع فيه ما تفرق من علوم وما أتاب ما دونه هو من تأليفه وما دونه رواية عن الآخرين فجمعت هذا الكتاب وجمعت فيه مجموعة واسعة من نتاجاته فيه ما يزيد على ألف نظم في الفقه وحده وفيه العقيدة الأسعرية كما كان يقرئها وكما أدرسها أنا لتلاميدي حقيقة المكتبة بدأنا في اتفاقية مع جهة وادي الدهب القويرة ومنذوبية الثقافة ممثلة في شخص أستاذ مامون مزارة الثقافة في أبرامنا العام الماضي اتفاقية شراكة من أجل تطوير وإعداد وتأهيل هذه المكتبة حتى تستجيب لمتطلبات الباحثين الشباب والأجيال الصاعدة وحتى تبقى متواصلة العطاء وفعلا المكتبة الآن تم إغناؤها بالكثير من العناوين كما شاهدتم وتشاهدون وعددنا يعني قبل أيام قليلة كنت في مدينة العيون وعددنا صممنا موقع لها على الانترنت مع أنه موجودة صفحة لزاويتنا زاوية شيخ محمد عبدالقادر حيبلتي في الفيسبوك ولكن هذا الموقع سيكون أوسع نشاط من أجل الإفادة من هذه المخطوطات ومن هذه ومن هذه التراث الذي هو حقيقة نحن أحواج أحواج ما نكون إليه إلى إحيائه من أجل أجيالنا الصاعدة من أجل أن يستمر العطاء وأن لا ينقطع بموت الأشخاص ويعني المكتبة الحمد لله الآن تبعث في نفسي الأمل أنها لن تموت معي ولا ولن تموت مع شخص معين وإنما ستكون مؤسسة تعطي وتخرج حتى من نطاق المحلية إلى أوسع من ذلك وكان في برنامجي هذا الشهر أو الشهر القادم زيارة لبعض المكتبات العقتيقة في موريطانيا لأن والدنا جدنا لديه وثائق الآن موجودة في سنقيطي في موريطانيا لا في الحقيقة هو نقص راجع إلى الوضعية التي رجعت فيها الأقالم الجنوبية إلى أحضان المملكة لأنها رجعت والأمية تضرب 99% إسبانيا لم تخلف سوى طبيب مساعد واحد وليس طبيب ومهندس مساعد واحد ولا نريد ذكر الأسماء البقية كانت مجتمع كان أميا كله ولما عادت عدنا إلى أحضان وطننا الأم بدأت الدولة تنفذ الغبار تدريجيا لا يمكن هذه الأمور لا يمكن أن تصبح بين عشية وضحاها كما ينبغي أن تصبح بدأ نفذ الغبار تدريجيا ومع تنام النج والوعي لدى الأجيال لإحياء هذه المؤسسات التراثية وإعطائها دورها الحقيقي في إلهام الأجيال الصاعدة وإحساسها بشخصيتها وبما تمتلكه وحتى لا تكون مرجعيتها في الحديث عن نفسها ما ينصره المستعمر أو ينصره الأعداء لأن كل ما ينصرنا هو مغرض ولا يعبر عن الحقيقة في وجه من الوجوه يعني هنا عندنا تراث كثير ولكنه لا زال يعاني نقص الاهتمام نقص اهتمام حتى الشباب بالمطالعة بالكتابة بالبحث هذه المكتبة الحمد لله بعد هذه خمس سنوات الأخيرة استقبلت عدة باحثين يحضرون الدكتوراء أو شهادات جامعية عليا واستفادوا منها منهم من طبع رسالته ومنهم ما زال لم يناقص وبابها مفتوح لكل من يريد أن يستفيد